مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السابع الدرس الثامن أنوان الدرس أمال الطريق قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجي الفيسبوك على استعطاء حسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس يونت 7 لسن 8 اليونت السابع الدرس الثامن أنوان الدرس رود سيفتي أمان الطريق بالفقرة الأولى يقول لي انظر إلى الصور كم المخاطر التي يمكنك رؤيتها أنا منطيني ثلاث صور الأستاذ الداخل الصف يقولهم باعلي على الصور شنه هي المخاطر اللي قاعد تشوفها بهذه الصور طبعا أنت لازم تعبر عن هذه المخاطر باللغة الإنجليزية يعني على سبيل المثال بالصورة الأولى السابع الدرس يسوك باللغة الإنجليزية بدون أن يمسك باللغة الإنجليزية السابع الدرس المخصص للقيادة هذه واحدة من المخاطر الخطر الثاني أنه ثلاث صورة الثانية الطفلة واقفة على المقعد الخلفي هذا الشي خطير ثلاث صورة الثالثة هؤلاء الأولاد يلعبون كرة القدم على الشارع وهذا الشي خاطئ من المجموعة من الأشياء الخطيرة التي طلعناها من خلال هذه الصورة طبعا أننا منطين الزبرا كروسنج اللي هي خطوط العبور المكان المخصص للعبور هذه الأمرأة تقوم بالعبور بالمكان المخصص للعبور هذا الشي آمن لكن هذا الرجال الرجل يعبر الطريق بدون أن يستخدم خطوط العبور كذلك هذا الشي خاطئ حتى الآن مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد الأستاذ يطلب من الطلاب أنه يشوفون شنين المخاطر الموجودة بالصور ننتقل إلى كتاب النشاط يقول لي بتمرير رقم واحد read and match the warnings to the pictures above هنا نقول لك أنه أنا ممطقة للصور هنا أنا طلعت لك عدة مخاطر كل واحدة من ذن المخاطر وصلها بالصورة المناسبة لها يعني مثلا number one never drive too fast أبدا لا تقود بسرعة كبيرة يا صورة من الصور مناسبة لهذا التحذير نلاحظ أن هذا الرجال يقود بسرعة كبيرة جدا يعني الصورة موضحة أنه يقود بسرعة كبيرة لذلك أقول للصورة رقم اثنيا أوصلها بالصورة المناسبة لها always keep your hands on the handlebars دائما أبقي يديك على الهندل بار زي قلنا الاستيران المخصص لقيادة الدراجة يا صورة صورة رقم واحد always hold child's hand on a busy street شوفوا هنا يقول لك دائما أمسك يدي الطفل عند خطوط العبور أو عندما تعبر الشارع إذن هذه الأمرأة الصحيح هي يدي تعبر على zebra crossing على خطوط العبور لكن لا زالت أنها لا يجب أن يدي الطفلة إذن هذا الشيء يعتبر من المخاطر أوصلها بها صورة صورة رقم ثلاثة always cycle on the correct side of the street دائما قود البايسيكل بالجانب المخصص للبايسيكلات شوفوا أنه بالشوارع النموذجية يخلون مكان مخصص للبايسيكلات هو إذا يقود بنص الشارع فإذن هذا الشيء خاطئ إذن أوصلها بصورة رقم واحد never play in the street لا تلعب بالشارع دون الأولاد يلعبون بالشارع إذن أوصلها بصورة رقم ثلاثة never ride with two people on one bicycle أبدا لا تسوق البايسيكل وياك شخص ثاني يعني اثنين أشخاص على نفس البايسيكل إذن يا صورة صورة رقم واحد always wear seatbelts in the car دائما ارتدي seatbelts حزام الأمان يا صورة صورة رقم ثنين إذن أنه لم يرتدي حزام الأمان كذلك هذا أمر خطير آخر always use zebra crossing دائما نستخدم خطوط العبور صورة رقم ثلاثة never let child stand up in a car لا تدعي الطفل يقف في السيارة صورة رقم اثنين هاي الطفل يقف في السيارة never run across the street لا تركض في الشارع يا صورة صورة رقم ثلاثة وهكذا هذا يعني كتوصيل جمل بالصور المناسبة لها مجرد نشاط صحفي غير مهم لكن ملاحظة هذه الجمل اللي أخذناها سماهن سماهن warnings شنو معنى warnings معناها تحذيرات احنا ذكرنا بداية اليونت انه هذا اليونت كل مخصص للأوامر التحذيرات التوجيهات التعليمات الى آخره هذن التعليمات للحفظ مهمة جدا بالامتحان التحذيري زينا استاذ شون تجينا بالامتحان مثل ما تعودنا سابقا انه التحذيرات الإيجابية نستخدم وياهن always اما التحذيرات السلبية نستخدم وياهن never فعنا لازم اميز يا هي الجمل اللي استخدم وياهن always ويا هي الجمل اللي استخدم وياهن never لان من ممكن يجيب لي احد هذي الجمل يطيني فراغ ويخيرني بين always و never فلازم اختار الاختيار المناسب للجملة ننتقل الى تمرين رقم اثنين write up a paragraph about one of the pictures above اكتب مقطع نصي عن واحدة منذ الصور اللي احنا حتشينا عنها طبعا هذا التمرين يعتبر انشاء الواحدة السابعة مثلا انا اختاريت الصورة رقم ثلاثة وكتبت عنها انشاء شنه هذا الانشاء اللي كتبت عنها على سبيل المثال اقول له when you cross the street عندما تعبر الشارع always look left and right دائما انظر يسارا ويمينا always use the zebra crossing دائما استخدم خطوط العبور never cross if the green color is lightning ابدا لتعبر الطريق اذا كانت العلامة خضراء اللي هي مخصصة لي مش السيارات don't let children play in the street لا تدعي الاطفال يلعبون في الشارع they will hurt themselves سوف يؤذون انفسهم هذا الانشاء انشاء للحفظ طلاب احنا تعودنا ان كل unit بانشاء خاص به هذا هو انشاء الوحدة السابعة والاخير ان شاء الله حاول تكتبوه بالدفتر وتحفظوه لانه ممكن يجيك بالامتحان الخاص من نهاية السنة اما تمرير رقم ثلاثة يقول listen to the conversation between the two women استمع للمحادثة بين اثنين من النساء tick the best answers ثم ضع صح على الاجابات الصحيحة طبعا اول شي نقرأ المحادثة انوضح مفرداتها وعلى اساسها نجاوب على هذه الاسئلة كنشاط صفي سوها ش تقول تقول hello hello ليلى and little how nice to see you مرحبا يا ليلى وانت يا فريد الصغير من اللطيف رؤيتكم جاوبها ليلى oh hello سوها مرحبا يا سوها oh there you don't look well are you alright قالت لها تبدين انك لست بحال جيد هل انت على ما يرام قالت لها I am now انا الان على ما يرام but I've had such a fright لكنني ارعبت قبل دقيقة oh dear I was frightened لقد كنت مرعوبة I have to sit down for a few minutes علي أن أجلس لبضع دقائق why what happened قالت لها ليه شن اللي صار well I was looking for a new dress قالت لها كنت أبحث عن فستان جديد I put my little boy on a chair ووضعت ولد الصغير على الكرسي this one هذا الكرسي in fact في الحقيقة I said don't move فريد وقلت له لا تتحرك يا فريد قالت لها and ومن ثم بعد ذلك شصار the next time I looked around بالمرة اللي وراها اللي باوعت حولي أو دورت حولي I am sure it was only a minute later قالت لها ورا دقيقة بالضبط متأكد أنه أنا ورا دقيقة درت وجهي دورت فريد wasn't there لم يكن هناك فريد what did you do قالت لها زيني شوتي قالت لها I ran around the shop looking for him ركضت على المحلات أبحث عن and calling his name وأنا نادي باسمه but it was no good لكن الأمر لم يكن جيدا and it's a huge shop قالت لها المو المحل اللي أنت دورت بي محل شبير جدا قالت لها yes it certainly is نعم بالطبع كذلك I ran outside and looked up I'm down the pavement no sign of him خرجت للخارج وبحثت على الشارع أو في الشارع لكن لم يكن هناك له أثر how awful كم ذلك يبدو قبيع I was sure he was under a car قالت لها لنت متأكدة أنه كان هو تحت سيارة يعني هي كانت تتخيل أنه كان مدعوم أو مسوى حادث I was so frightened كنت مرعوبة جدا then two girls came around the corner with Farid ثم ظهرا اثنين فتيات من الركن ومعهن Farid he was laughing كان يضحك the girls were looking for a policeman هذا من البنات كان لدورا على شرطي because they knew he was lost لأنه تعرفا أن هذا الولد ضايا where did they find him أين وجد Farid وين لقنا he was standing by the zebra crossing كان واقفا على خطوط العبور but that's hundred meters from the shop قالت لها هذا الخطوط العبور على بعد مية متر من المحل he walked all that way alone لقد سار كل هذه المسافة لوحده I know I don't want to think about it هي اش قالت لها قالت لها ترا هذا المكان على بعد مية متر وكل هذا المسافة سارها الوحدة فقالت لها I know I don't want to think about it قالت لها أدري أدري أنا ما أقدر أفكر بالموضوع I was crying and Farid was laughing لقد كنت أبكي وفريد كان يضحك Were you angry? هل كنتي غاضبة? قلت لها angry? Well yes but just for a minute قلت لها angry غاضبة؟ طبعا غاضبة لكن لمدة دقيقة واحدة I was happy to find him with no broken legs or arms كنت سعيدة بأنني وجدته بدون أن يكسر ذراعه أو قدمه I'll never take my eyes off him again أبدا لن أدع عيني عنه مرة أخرى هذا ما يخص المحادثة قرأناها الآن نجي نحلل أسنة المتعلقة بيها شي يقول لي هي يقول لي Are the women at home لو in the street لو in the shop هل هذه النساء اللي كانوا يحجن بالبيث لو بالشارع لو في محل ذكرنا بالقطع أنه هن شارعن بداخل محل شبير اللي كانت لدي تشتري فستان Are they talking about shopping a lost boy or dresses هل كان هذه النساء تتحدث عن التسوق لو عن فتاة ضائع لو عن الفساتين عن فتاة ضائع عن ابنها كان ضائع What did Farid's mother want to buy ما الذي أرادت شرائه أم Farid ذكرنا أنه أم Farid أرادت تشتري فستان فأقول أدريس Where did she put Farid أين وضعت Farid قلنا وضعت على كرسي فأقول on a chair What did she say to Farid ماذا قالت ل Farid قلت لي Don't move لا تتحرك Where did Farid go أين ذهب Farid قلنا أن Farid ذهب للشارع فأقول لي Out of the shop into the street خارج المحل على الشارع How did Farid's mother feel كيف شعرت أم Farid قلنا شعرت بالغضب شعرت بالرعوب She was very frightened كانت مرعوبة جدا Did he have an accident هل حدث له حادث صار لحادث قلنا أنه Farid رجع سلامات ما بأي مشكلة فأقول له Who found him من الذي وجده قلنا أكو ثنين بنات لن اللي قلنا فأقول له Two girls فتاتان Was his mother angry هل كانت أمه غاضبة قلنا أنه No Just for a minute هي كانت غاضبة نعم لكن فقط لدقيقة لذلك هل تعتبر كانت غاضبة تماما هذا ما يخص تمريل رقم ثلاثة هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي رسالة بداخل الصفي يقل مقطع الصوتي أو هو يقرأ المحادثة ومن ثم يطلب من الطلاب أن يجاوبون على هذه الرسالة بداخل الصف كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي تمريل رقم أربعة يقول لي read and complete the sentences اقرأ وأكمل الجمل التالية وفراغ when you cross the road فراغ عندما تعبر الطريق شنوى التحذير المناسب أو التكمل المناسب لهذا التحذير أنت لما تعبر الطريق شن المفروض تسوي يجب أن تنظر يسارا ويمينا فاقول له Always look left and right Always wear seat belt وين دائما نرتدي حزام الأمان عندما شو كنت نرتدي حزام الأمان عندما نركب في السيارة when you are in a car never play with a ball أبدا لا تلعب بالكرة وين من نلعب بالكرة لازم بالشارة in the street في الشارة هذا مجرد كذلك نشاط صفية غير مهم من المتحان التحذير ومتحان الشفوي مجرد يريد دربنا على حفظ التحذيرات اللي أخذناها بداية الدرس أو بالدرس السابق هذا كل ما أخذ درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جدا وقال بأنشطة نشطة صفية غير مهم من المتحان التحذير المتحان الشفوي مجرد الأشياء اللي قلنا عليها ممكن تجيب من المتحان التحذير حاول تأشروها أما البقية فتعتبر كأنشطة صفية ممكن تتقروها أنا متروحون للمدرسة محظرين ختاما شكرا للمتابعاتكم من الفيديو أي سؤال أو استفسار أوضافة تحبون أن تقدموها تقدرون تواصلنا على حسابات المجدس في الفيديو في الوصف